إدارة الزورات وطالب رئيس مجلس الوزراء بدعم فريقها الكروي باعتباره ممثلاً للوطن في البطولة الآسيوية نتابع عزيزة نطلق قبل قليل وجهت رسالة إلى دولة رئيس الوزراء الأستاذ عادل عبد المهدي إن لم يكن يعلم فيجب على مكتب الإعلامي أن يعلم وإن لم يكن يعلم أو يمكن لديه مكتب إعلامي فعلى مستشار الرياضي أما إذا ذول كلهم موجودين فعلى الدنيا السلام يا أخي العزيز سبق أن شارك أربيل في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي وكذلك نادي القوة الجوية لمرتين متعاقبتين وهذه البطولة تصنف أدنى من البطولة الذي سيشارك بها الزوراء وهي عودة الفرق العراقية منذ أكثر من 35 سنة أيام ما كان الرشيد إلى دوري أبطال آسيا وهي البطولة الأعلى في القارة قد تم دعم نادي أربيل ب500 مليون دينار في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي قبل أربع سنوات ثم لاحقا تم دعم نادي القوة الجوية ب500 مليون ثم دعم نادي القوة الجوية مرة أخرى ب500 مليون أي دعم نادي القوة الجوية بمبلغ مقدار مليار دينار ودعم نادي أربيل بمبلغ مقدار 500 مليون ولم يدعم نادي الزوراء لحد هذه اللحظة التي أتكلم فيها بدينار واحد وهذا السؤال يجب أن يطرح على مسامع الدولة وليعلم القاصي والداني وجمهور الزوراء وجمهور فرق الأخرى قبل الزوراء